مقلقة هي تلك الصورة التي رصمها أحدث تقرير صادر عن مؤسسة البنك الدول عن الواقع الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صورة لا تحمل أخبار جيدة لحكومات وشعوب هذه الدول وذلك بسبب العجز في الموازنات العمومية وعزهاده الأخير على الأقل في تتبيت هذا العجز وعدم نجاحها حتى الآن في تقلصه إضافة إلى أزمة أسعار النفط المتراجعة والتي لا يبدو أنها سوف تحقق تحسنا قريبا دول المنطقة تعتمد كثيرا على تصدير النفط فإدخفات سعر البترول في العالم له تأثير سلبي على اقتصاد المنطقة ليس هذا كل ما يجعل الصورة مقلقة في هذا الجزء من العالم هناك عوامل أخرى منها المناخية كحالة الجفاف وحالة الحروب التي تهز أربعة دول سوريا والعراق وليبيا واليمن وإذا كانت الأزمات الطبيعية هناك حالات احتمال قوية للخروج منها إلا أن الوضع السياسي في هذه الدول لا ينبئ بوجود مساعي جدة في إنهاء هذه الأزمات وهو أمر من شأنه أن يجعل من الأولويات في هذه الدول سياسية وأمنية قبل أن تكون اقتصادية فإحنا النهضة لما نتكلم على إعادة الإعمار وإعادة البناء مش بس نتكلم على إعادة بناء الطرق والكباري والبيوت والمستشفيات ولكن نتكلم خصوصا على إعادة بناء المؤسسات وإعادة بناء السقة أملا في الحصول على رؤية اقتصادية من خبير يعرفه المنطقة العربية وصاحب خبرة اقتصادية لعمله الطويل كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن قصدنا الدكتور محمد فنيش لسؤاله عن التقرير والمخارج الممكنة لأزمات دول المنطقة تكون نظام مريعي إلى حد كبير أن الدولة تعيد توزيع المدخول النفط عن طريق القطاع العام في صورة خدمات، في صورة دعم للسلع، لدعم لأسعار الطاقة، في صورة هبات إلى آخره يؤمن فنيش أن أزمة أسعار النفط سترمي بتابعاتها على كافة دول المنطقة على اعتبار أن الدول غير المنتجة تعتمد في جزء كبير من اقتصادها على العملة المحولة من الجيران المنتجين بسبب العمالة المهاشرة البلاد النفطية تقلل اعتمادها على النفط وتنوع اقتصادها وتشجع القطاع الخاص وتفكر في بيئة جالبة للاستمار، تفكر في إعادة النظر في التعليم وربط التعليم بالقطاع الخاص أن تتدرب الناس وتعلمهم يقول التقرير أن الأجزاء الأخرى في العالم نجحت دولها في إيجاد مخارج للأزمة من خلال تنوع الضرائب على المدخيل لكن هذا الأمر ليس من السهل تنفيذه في دول المنطقة حيث ترتبط الضرائب بالاستهلاك إضافة إلى أزمة اختلال العدالة في توزيع الثروة القومية والناتج الاقتصادي على مختلف فئات المجتمع دول الشرق الأوسط لا تستثمر بما فيه الكفاية في الجانب البشري بالنظر إلى عدد قوى العمل المعطلة بين نساء المنطقة إضافة إلى عدم التنويع في مصادر دخل هذه الدول وهذه المعضلة حتى تلك الحلول التي تقترحها المؤسستان لا يبدو أنها ممكنة التنفيذ بصورة جدية ومنها التعجيل باتخاذ إجراءات هيكلية إصلاح الإطار القانوني لعالم الأعمال واستعادة توازن المؤسسات القومية حجم الطلبات لسكان المنطقة متزايد ولم تتغير بل هي في زيادة في نفس الوقت حكومات المنطقة وجدت نفسها مضطرة لإجراء إصلاحات طلبتها المؤسسات المالية الدولية وكل ذلك كان له نعكاسه السلبي على معدلات التنمية في هذه الدول بلغة الأرقام فإن الأزمة الحقيقية في المنطقة تكمن في تراجع معدلات النمو وزيادة نمو الديمغراف فيها كما هو الحال في الكويت حيث يتوقع تراجع الناتج المحلي بنسبة 2% وفي السعودية يكاد يصل إلى الصفر والوضع يتسم بالرقود في بلد مثل تونس بـ 2% أما مصر فلديها ما يكفي من الانشغال بأزمة إرساء الاستقرار واحدة من القضايا التي أثارها التقرير أيضا هي تلك المتعلقة بتراجع أسعار النفط خاصة وأن هذا التراجع بحسب الاقتصاديين سوف يستمر على الأقل حتى العام 2020 وهذا خبر غير صار بالمرة بالنسبة للدول العربية التي تعتمد أساسا في اقتصاداتها على تصدير مادة النفط رابح فلالي الحرة واشنطن